نعم سبور على الراديو ميسك كما أتربناكم بالموزيكا باش نعيشوكم معالم الرياضة من الاثنين للجمعة ملحدش النص نهار ونص مع الدريم تيم قيادة اسلام المدب وينتلقوا تحاليل موضوعية حوارات ونقاشات راديو ميسك احنا الموزيكا واحنا سبور زيدا رجعنا من جديد في سبور ميكس مع ضيوفنا كالعادة احمد الصالح مجيد القوبانطيني كمال بن خليل ومروين تاج نحكيو عنه ديري سفيقس ونبدأ معك انتي احمد المدرب منتع السي اس اس السي اس اس ركر وفاز في المقابلة منتعه واحد بلايش لكن الاختيارات الحق غريبة شوية متع سانتوفس مدرب البرتغالي متع السي اس اس برشة ملاعبية متقلقين في المرسوم الماضي خارج الحسابات نحكيو خاصة بركات الحميدي يوسف بيشا صبري بن حسن اللي كانوا احسن ملاعبية في الفريق عمناول سنابشة عالبانك وصبري عالبانك حتى دقيقة بركات الحميدي يورليست بيش تفسر هيرا انا ملنجمش مفسر علش المدرب هبط ملاعب في بلاص ملاعب اما اللي نقوله بخصوص النادي السفاقسي تقريبا فما شانجموع متع 70% من ناحية الهيطار الفني الاداري والملاعبية لكن اللي ريته البارح ولي عمله النادي السفاقسي البارح انا شخصيا ماريتوش منذ موسمين النادي السفاقسي تقريبا المدرب هناك محاولة وسعي الى ان يرجع النادي السفاقسي الى طعب على اللعبة متاعه اللي هو الاستحواذ خلق الفرص الخروج بالكورة معنى بكل بكورة صحيحة من خطة دفاع من خطة دفاع حتى ان تصل الوجوم النادي السفاقسي انا في تقديري البارح الحاجة الوحيدة الخائبة في الاداة متاعه وهي اضاعة الكم الهائل من الفرص حاجة اخرى نقولها انا فرحان المحمد الضاوي اللي اخيرا يتدائي للشباك وسجل هدف الملعب بهذا على تقريبا طيلة موسمين من التهميش في النادي الاهلي المصري راجعتوني النادي السفاقسي ان شاء الله تكون هي مناسبة بش يرجع يعني للواجه البارح سجل هدف ان شاء الله الهدف هذا يعطيه يعني جنحان يطير يطير بيها ويعمل موسم كبير في الشامبيونات وفي الكاف اهم حاجة النادي السفاقسي البيتر عمل مباراة محتر ومحتر من الغيرة رينا اشياء جميلة وجديدة في النادي السفاقسي ما كانتش موجودة النادي السفاقسي بقيادة المدرب الجديد هذا نتصوره بعد بداية الصعبة شنو اللي بيتو ما كانتش موجود النادي السفاقسي ما كانتش يستحوض على الكرة عميد ما ريناش طريقة لعب واضحة في النادي السفاقسي ما ريناش النادي السفاقسي يستحوض ما ريناش النادي السفاقسي يعمل باس كورت يعمل الباسات القسيرة يخرج فما تدرج سليم بالكرة فما فرص تسجيل عديدة وليانتي ما تصورك ما فما النادي السفاقسي ما خلقش البراح فرص خلق فرص عديدة لم يكن سجل قهدف واحد رغم المشاكل متواضع المنافس كمام أحمد يقول خلقة فلسلة كان متواضع من بورندي الفريق هذا الحقيقة صحيح معنات فريق نجمه نقوله أقل من المتواضع برابور النادي لاذي سبيقسي اللي احنا فرحانيه ونادي لاذي سبيقسي برابور العملية واليوم النادي لاذي سبيقسي قام بامتدابات جيدة لما تقعد بداية موسم نجمه نعرف اسلام كما نقول بلغة الكورة حتى تحكر كيب ما يفهموا حاجات إجابية كما نقول بلغة النادي لسبيقسي كريستو وهو أهم حاجة اللي هو سجل هدف البارح ممكن حاجة اللي قعدت بها تفاعل كونه يوصف بشا الحقيقة استغربت في ممكن المدرب قالوا أعجبوا بالحباسي ممكن رأي يوصف بشا يذول المستقبل بتاع الكورة تونسية إن شاء الله في رقنا الحباسي لعب البارحي كسونتري دروار اللي نعرفو يلعب اليدروار هاي هاي نحكي لك ما قعدت مستغرب لي كونه يوصف بشا على البرابور للسيزون اللي فاتت عدا موصف ممتاز جدا حتى بركات الحميدي وبركات الحميدي بالأحسن المواجمين لحقيقة استغربت إن شاء الله معنات المسؤولين النادي لسبيقسي على قليلة ديما أذوما اللي جون السليم أذوما ناخد المصلحة المتخب يوصف بشا يذول كان قريب برشا اللي احتراف في الأوروبا وسمعنا برشا جمعية تحب عليه إن شاء الله يأخوا فرصتهم يهمهمشوش اللعبة ذي ختم ورانمون ملاعب نجمه يتمس يأخوا فرصتو سناء أكثر اليوم مطالبين الملاعبية اللي يجعنا ذوما رغم ذوما اللي بشي يناورون القدير المستقبل المنتخب وإن شاء الله الراور رازج بيقسي بواجهة باي إن شاء الله السيد كيفش يتعامل الهيئة في موضوع كما هكذا فالمدرب يعمل على ملاعبية معناها اللي كانوا خارج الحسابات ملاعبية متألقين في الموسم الماضي قول راحهم أي كارتين معناها الملاهيف هو الهيئة لهنا أي هيئة حسب شخصية المدرب يعني إذا كان المدرب فيولنيرابل وقابل أكسيسيب القابل إنه الهيئة تدخل فيه فأعتقد إنه الهيئة ما عندها تدخل لكن كنشوفه إحنا المدرب هذا وشخصيته ما أعتقدش إنه يسمح للهيئة المديرة إنها تدخل في اختيارات وأكبر دليل على ذلك إنه منذ مباراتين إلى ثلاثة قاعد يحط في الملاعبية ذو مع البنك حتى في مبارات جابس مكانوش دي تتولير بالرغم لي دخلوا وعطاولي ذر بركات الحميدة تخلي جاب البونت هو واضح إنه المدربة ذايا عنده فكر وواضح إنه قاعد يتدرج بالأفكار متاعه أنا ما نتصورش إنه المدرب عنده مشكلة مع بركات الحميدة ولا عنده مشكلة مع يوسف بيش صبري بن حسن أيضا صبري بن حسن مشكلته مع الهيئة مش مع المدرب بالعكس صبري بن حسن مشكلته مع الهيئة وخاصة بعد قدوم دحمان يعني هو كانت مشكلته في تجديد العقد وعنده مشكلة مع الهيئة المديرة بالنسبة المدرب نرى معانتها رجوعا لسؤالك يعني إنه ثم مدربين ما يقبلوش جملة إنه لهيئة الدخل وأحيانا معانتها يكون صحة الراس متاحهم سبب في حصول نتائج عكسية الفريق وينتهي الأمر إلى إيقالتهم ثم مدربين اللي مثلاً رجوعا لمر وقتي كان شاد المنتخب ولا شاد الإطوال ولا قبل الإسperance ما كان شي قبل أنه يدخلوا في الأعمال ومعانتها ديجا معانتها شوفنا برشا ديكا اللي vraiment إيقالت إيقالت وصارت في الإيكيب نشنال مع زياد الجزيري معانتها سمحني سيقاميل نحن نحكي وتوى باللوجيك معانتها معاندي مليع بي سيطن جون وعطالة البلوس للسياسيس معانتها كان قريب برشا ما يفعل شي يحترف يوسف باش ملا اليوم يجيني يترانجي يحب يجيب المليع بي محتى يترانجي على حساب ولدي وليوم احنا نحكيلك لا ما جربك شلالي ليه 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 من أجل عيشخوي انتي هنا قاعد تعطي انتي قاعد تعطي انتي قاعد تعطي انتي قاعد تحكي في الإيفونتوال مني نجاب مليعبي في بلجأس لا تحركي تحكيليش على حاجات مصاروش انتي قاعد تعطي لا معتا هو المدربين يقول لك ما تدخلش في فضلك انت كورت تعرف اللي تم مدربين ما يقلوش لا تدخل لا مش على كيفه اليوم شيدور ليم لزيدها ملاعبي انا 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 نذكر نعتيك مثال كبير برشا اساسمه المدرب ساكي في السيميلان كان ثم الملاعبي ذاك السافيزيفيتش ذكرته نمره عشرة ملاعبي كبير برشا ما كانش يلعب فيه ما عندها برلوسكوني وقت لي قعد معاه ومعروفة الحكاية برشا وحكاية برلوسكوني وقت قعد معاه قالوا جو دمون ديز اكسبليكاسيون فقط جو ننبوز با معانتا اذا تراه قالوا راني انا قاعد نتدرج بالبناء متاع الفريق لجور اللي ديسبوزيتيف تاكتيك متاع يسمحلي باش اللاعب ذا يلعب ونتذكر المليحة اللي الملاعب هذا يجاب تشامبيونز ليغ عامتها مع الهولنديين عدا الرطور عدا رطور كبير برشا انا نحكيه كان انا بسيقسي خاصة لانك لهنا المدرب ما نزلنا من نجموش نحكمو عليه في ماتش ولا اذنية بشوية بشوية بتدرج الفريق بتدرج المباريات نشوف توضيح اولا ساعة المدرب البارح اول مرة في جاني اسفقسيه الكل بعد البارح ثلاثة في اللاكس لعبه واربع ثنين واحد دلعب ضد فريق متواضع تلعب ثلاثة مدافعين ومعناها تطيش الكورة لا فما لا سريكويدو جو لا فما كورة لوتا ماشيه بالتدرج فما كان تطوي الكورة حتى الوسط التيران بلا كونتي واللعب بيدروزا ما كنوش يخرجوا كورة صحيحة في العمق تقريبا كانت فما كونفوزيون صحيح فما فرص تخلق تقتل الفريق فريق ذائب برشة لكن السيركويدو جو واللعب والطابعة متعلاب في الساسس براح مفقود وحتى السفقسيه كل خرجوا متغشين هذي النقطة اللولى دونك هنا يحمدي وبيشا في الكاتراترويج مو يلعبوا حتى يكون الأحمدي بركات الحميدي وبيشا في الكاتراترويج مو يلعبوا معنا بوضوح عندهم ممكانياتهم الفنية وعندهم الإضافة متاحة البارح تفاجأ ناس كل الوقت حتى تحبسي إكسانتدرويج وهيشام باكار على ليسار حبسي يلعب في سيخ ليسار حتى كيبشي سنتر يزمو يجيبها لسيخ ليسار فما لخط البارح عملها المدرب في التشكيلة متاع السيسس ودير قطك الماتش السيسس عاد ربحة سيفري وخلقة فرص لكن السفقسيه يحبوا الكورة يحبوا يشوفوا فريقهم يمتع بارح سيسس ما فماش حتى أفكار واضحة في الماتش هذه هي الطريقة اللي يلعب بها واللي يفاجأ بها الناس كل الفريق سيفريين تدبرش عمل لحبية معنا تقريبا سبعين في المئة الفريق تبدل لكن السيسس الهدان ملزال مخشي الروبير بتاعه وثواب بتاعه بارطان سيسس بدأ من فرقه الانية الويجوي لزنطيمان بتاعه المدرب هذي سيح عنده اسم معانتها جاب اسم وعمل دي برفورمانس مع الكيب اللي كان يدار فيها لكن طوال حتى الان مازال ما عندوش افكار واضحة في اللعب وذي قتلك عليش في تروك الدوءان اللي لعب بها بارح نسكول القاعدة بها كيفاش يلعب بطريقة هذي وقت هو بارسهم بتاعه كل وليماتشم يكون كل معانتها اللعب بالاربعة تلاته ممكن الزوزه هداف اللي قبلهم ضد قابس خليه يبدل منظومة دفاعية وختي اللعب بكويميه واختها اللعب وذي سأريد درواء فى التحبيرات لعب حتى كتكدوه زيت بدل لعب كتكدوه سيبدوزه بصانت حاسم وitos قدرون بجلد حموبي الأكثر ديماًًا ديماً الـ 4 أو 3 لذلك الـ 6 في الأكل مباشرة وهي شخصاً في النصراوي وهي الأمريب ومعه من الأجمال من الأجمال لذا لم تبادلون رؤية واضحة هذا ماذا تبادلون إذا لم يتاهم الأمريب حمد ، في البارح الاتحاد المونستيري الفريق هذيه فوز المهم للفريق ضد فريق كبير بطل الجزائر المولدية الفريق هذه تقريبا في سنة لخرى كل ما نقوله بشيتيح كل ما يخرجون منه من العبية يفاجأنا ويجيب من العبية كيف متألقين ويقعد استابل في المستوى المتاع أنا في تقديري الاتحاد المنستيري على الأقل يستحق أنه يتآهل دور المجموعات نظير السنوات الأخيرة اللي يقدمها على مستوى عالي حظه دي ما يجيه سيء أو الأهلية أو الرجاء أو المولدية الاتحاد المنستيري رغم عدم الاستقرار الإداري رغم التغيير المستمر في المدربين رغم أنه ما يحافظش على نوساتيوره متاعه أو الهيكل متاع الفريق متاعه بما أنه كل مملاع بيبرز إلا هو يغادر الاتحاد المنستيري وشوفنا معنات العام اللي يفات واللي يقبله عدد الملعبية اللي يخرج من الاتحاد المنستيري لكن الفريق باقي دي ما ويقف دي ما الرندمون متاعه ممتاز دي ما يقدم في كورة قدم جميلة وزيد على ذلك أنه الاتحاد المنستيري عرف يجيب مدرب مقتدر اللي هو محمد الساحلي محسناه شكل ديفيريسي الكبيرة بعد اللي كان لسعد جرده زاد مدرب كفؤ وقدم مع تخلق دي ما الاتحاد المنستيري في المستوى العالي إخذ عليه الروليف محمد الساحلي كمل العمل الكبير اللي قام بها لسعد جرده رغم مغادرة عديد اللاعبين الاتحاد المنستيري قدم مقابلة كبيرة ضد منافس للأمانة كان خير منه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي لكن الواقعية كانت حاضرة الاتحاد المنستيري كانوا واقعي جاتوا فرصة سجل منها هدف اللي هي بنيران صديقة لكن النتيجة هي هاي هاي حارس المرمى كان قدم أداء ممتاز برشا كما كنا نحكيه على مميش إن شاء الله زاد المدرع الملاع بهذا ممديوش ننفخه في صورة وره ولازم هذا يمشي المنتخبه وحارس عملاق وحارس كده مازال مورا حد شي أعمال ماتش باي كان في المستوى إن شاء الله يأكد هذا في مباراة العودة في الزير اللي هي بشكون مباراة صريحة واحد بشي ما عندها قلت واحد بشي نتيجة ممتازة للغاية حتى لا قدر الاتحاد المنستيري يكون متأخر بهدفين يقعد ديما عنده فرصة بش يسجل ويتقال مباراة العودة مش بشكون سهلة لأنه فريق المولدوية فريق كبير وفريق صعب المراس فيه ملاعبية دوكالي تي فيه الجودة في اللي فيكتيف متاعه في اللعبة متاعه للأمانة كان خير من الاتحاد المنستيري على المستوى الجامعي نقول وراه نخليه العاطفة دوكو تي ونحاول ونكونوا محايدين نوعا ما مولودية العاصمة كان أفضل من الاتحاد المنستيري لكن الاتحاد المنستيري عرف كاش يخرج بالماتش متاعه وان كانت خاصة على متواصف الميدان اللي.. الملاعبية في trap في فريق المولدية كانوا أفضل نوعا ما من الاتحاد المنتешьي اللي ديما تنت lleva كلمسة الفتي غير كان فمك أن التأخير في الباعس في السنتراج تعقيق اللازمو عن الاتحاد المنستيري في وسط المييدان رقم اضحك ا motions braes الجانب ديائم او الان في وسط الميدان شاهد عزيز ملاعبية برزوا بشكل كبير اللي هوم خاصة مزة و امرار الصالح علي لحقيقة جلب بنتي بيل زوز ملاعبية اللي قدموا دور كبير في الوسطة الميدان برافو اللي كيبات لكل متاع تونس اللي كونوا فازوا على الفرق المنافسة متاع مقيمة اتحاد مناسيلي المرعب التونسي التراجي نادي اسبيقسي حاجة تشرف للكورة التونسية بالرغم المعطة الصعب الكبير اليوم في بلادنا عطا سيرتون في الميدان متاعنا والظروف المديري قاعدة معانتا ما يشباه في الكورة متاعنا مت بقى الاتحاد المونستيري يذول اللي يربح حونترونيور كبير تكتيكيا خطر نحكي ورارة وبطل الجزائر موسم الفرد مش مزال بكري علي كلامة ذا يا لأ مش مزال بكري حاجة ما تتمشر بالخير معانتا كي تشوف تكتيكيا كيفاش واقف في الميدان صحيح جيتوا فرص المردية ما يعرفش كيفية عرف كيفية يتعامل معاه ممكن برافور كلمة معانتا كلمة الحق للحارس سليمان هاك أحمد سليمان يقدم مبارات كبيرة واذا يدولي كونوا القاعدين معانتا نثبتوا لي كونوا عنا وليديات صغار تعمل كيف كما ميميش كما أحمد سليمان ذو مستقبل معانتا الكورة التونسية ميت بقى مبارات مش تكون صعيبة في تزير مهي السيلة وواحد بلايش اسحيح فرحة تعفوز مهيش متطمنى خاطر الملدية معانتا يذولي في تيرامتيحوا صعيب وإن شاء الله اتحاد مناسيري يجيب الترشح من تزير شاء الله حكيت على الحارس أحمد سليمان ظلي مستوي كبير برشة كيف برشة منعبية وتعرف تجيب منعبية معازل حاج علي مثلا كان في النادي الافريقي معازل حاج علي لغز كبير معانتا وهذه معانتا الحقيقة معضلة قاعدة تتعاود في النادي الافريقي بكوت جون معانتا يخرجوا من النادي الافريقي بعد يتقلقوا البرة شعب جبالي من مستير عامناول زاداود النادي الافريقي لغز كيف برشة من النادي الافريقي معانتا ثم برشة من الاحبية ولا دنادي الافريقي لا يندي البيدي يمشي السياسية اي دونك انتي كي جي تشوف واحد كي ما معازل حاج علي يعني الموسم اللي عداه مع بنغردين معانتا كان موسم كبير برشة وكان متقريبا ان لو كوموتيف اللي قاعدة تكركر في الفريق في بنغردين يعني عدا أطراح كبار برشة ومن بعد جات الفرصة وخذاته الإتوال كانت تذكر صحح مع الإتوال المنع متاع الانتداب خلا انه النجم الساحلي ما تنجمش تأهلو فمشي للليبيا من ليبيا اخذاته الاتحاد المنستيري السيد معانتا هكون في رمي قاعد يأكد مازال جان لغز معانتا نتمنى انه نعرفه معانتا علاش الملاعب اذا يخرج وعلاش ما اخذاش فرصة في النادي الافريقي كما تبرافول الهيئة التسهيل معا الهيئة الاتحاد الانتداب المنستيري اللي وراتلي كونه الكورة رايما هيش قوة الفلوس هذا يوري حصن التسهيل متاع المسئولين واليوم انانا اكد لك الاتحاد المنستيري بشكون فعال في البطولة إنه ينجم يمشي للبعيد المنستيري في T-League أكيد شوف في الاتحاد المنستيري فهم شخص أنيس المنستيري عنده عوامة هو اللي مسئول على الانتدابات والانتدابات الكل اللي عمل فيه من يشحين كل شيء باش تخرج غارديان متعليكيبنسونال من فريق متاعك موال سهل اللي نحكي على بشير بن سعيد وتعاوذوا بحمد سليمان معناها سعيد برشا خطر الاخر يلعب في النفو متاع انترنسونال وهذا اليوم او حاف يیکن بالمستوى во اعمال سليمان echo. حولي دو ماتششوفتن ضد سيابي وهذا وأنا نقطة 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 هامة ما تتساوش حيثتن نتونا نتونا نرى واحتمام الاتحاد المستيري عندهم ثلاثة نقطة زايدين على الفراق الزيرية المبدأت الشامبينة صحيح. لذلك سيكون البران فيزيك. الفريق اه اتحاد العاصمة المولدية لعب في التورلول الانتحاد العاصمة اول ماتش اول ماتش لذلك المستوى الفيزيك كنا خير موزيس و حاجة موازز حاج علي في الركوبراسان كنا نحسبوهم كان جاء عنا الستار قداش يركبيروا الكورة و قداش ربحوا دول اكثر متزيرية اكثر متزيرية لذلك ما نش موافق عامد سالحي خطر في الوسط التران للمستوى الانتحاد المستوى كان افضل افضل ما انا ما ما خليش يقل اخبار شفورس فارسهั قل秒 صلح فارسة لا ما شاء فارسة مجرده و غير بفارسة تلق خمسة فارسة صلح فارسة فما حيان هذهumberوسات بعد الفرس السيدون ان نحن فارسها و هي الذهب لا بقرب الانتحاض و الانتمراض وقفه كما يجب. ما خللوش مساحات. شوفنا الفريق معناها حاضر ومركز الاخر وقت. هذا هي قوة الاتحاد المنسيلي يعرف. معناه يحافظ على الهدف اللي يسجدوا منذ التعاشين دقيقة من اللاعب السلطاني. دونك هذوما الكرسيك متاع الاتحاد المنسيلي. وتقريبا الفريق الكل تبدل. وشوفنا الفريق هنا متماسك. هذي قوة ما تتحسب للاعبين. أحمد الملعب التونسي عكس المستير. تقريبا اللي خرجوا ما عاوضهمش بالباهي. لكن في نظريانا على الأقل حقك موفيش اللي بفاوزوا في المباراة. أنا عارش شاترني رايو اللي. هاي هو هو الماتش. تقريبا معناته نسخة. نسخة متابقة لأصل ماتش الملدي والاتحاد المنسيلي. بصراحة الاتحاد العاصمة كان في الشوطر الأول أفضل كثير من ملعب التونسي. لكن الاصناع الفريق هو اشن هو هو في اللي شانجموه العمل امريكان زاري. أعطاه اضافة كبيرة للملعب التونسي مع زادة تراجع الاتحاد العاصمة شوية فيزيكمو. رأوا على مستوى الفرديات لا يمكن لا مجال المقارنة بزوز فرق. أنا في تقديري الملعب التونسي عمل إكس بولا كبير كربح أنا زيروه وخلى لي شانس متاعه انتاكت في في مباراة العودة. رغم أنا كتجي تشوف على مجمل أطوار المباراة خاصة في شوطها الأول. اتحاد العاصمة كان أفضل بكثير. ورينا معناتها الملعب التونسي تقريبا مطايح البلوك ويلعب عليه كونتر. لكن في تقديري أنا آآ الملعب التونسي عرف كش يخرج من مباراة يعني بانتصار آآ مهم ومهم للغاية. رغم كي ما قلت انت تقريبا الملعب التونسي خرج ملعبية دوكاليتي وللأسف الصغار اللي لانسام الملعب يلزمهم شوية وقت بش ينجم ويعطيه الإضافة المرجوية. آآآ أنا في تقديري نتيجة ممتازة للغاية ونتيجة باية وليشانستان ملعب التونسي في المباراة العودة آآ موجودين وإنتاكت لو الملعب التونسي يحسن التصرف في مباراة العودة زاداركي تلعب قولو حظبة وطايح البلوك وتلعب ضد فريق فيه الكاليتية ذيك متاع الملعبية والجودة ذيك ربش يسجلك. على أقل الملعب التونسي يكون أكثر جرأة ويجازف في مباراة احدي. مروين انتي تحب الصغار خلينا نسقلك على الصغار اسماعلي كيف كيف قددده. اه؟ يحب أستاد. يحب أستاد اه. يحب أستاد اه. يحب أستاد يحب أستاد اه. يحب طوال والأستاد والإسبيران. جامعتي. قلبه كبير. مكبير. اسماعلي قددده في نائية ذايا صناعة 9 سالة الملعب التونسي خاصة اسماعلي تقريبا ولدخول ياس اسماعلي اللعب سابق جورجيس شد انتبال هذالي المنابي ذيف المقابل شوف من اجموش نحكمه انا كما قتلك انا مع 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 الشوبين لحقيقة ذوما كما قتلك نحنا ذوما الجيل المستقبل كما نقول وناخد معليهم بش ناخد معليهم على اربع وخمسة سنين القدام انا كونتر الجوار يبدل فت تلاتين سنين انا نشوف جوار يمشي يستقاط يك الحاجة من الخليج ويمشي على روحه الكورة راي اليوم للشوبين حتى عندهم هذي في رونالدو 930 سنين هذي ديما فيها يكن رونالدو 930 سنين احسن جوار في اروبا متقرنيش بالنروب يا ماشد لا اجي رقم يا بابي بابي زينة مانتكلموا على العمار يا ديما انتجبت في العمر عمر رقم راحه يجي موحه يجي بلدين 32 و 32 سنين يكون ملاعب اييي 930 سنين بعشي العفل اروب اخدك جوار في الروب رونالدو 930 سنين احسن جوار في اروبا رونالدو بشكو تعبيني اخذ وناخذوا بشكوه نفس نيفوت فيه حكيلك ملا شوار في بلالي كاجيت انت اللي اتلعب مغرؤ وحكيه وحكيه عالا عقلي اخر عام غاضي كيش نوى تقول رونالدو كاجيت انتلعب ملاعب ماشده 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 كيش روقا دراجيه كل واحد ما تتحملش على البلالي بلالي هو لعب زده ولا سعر لاعب زده ولا بلالي رونالدو رونالدو استنها ماشده ماشده رونالدو 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 كيو سر معتا في العمور متاعه كبير معانتا اش عاملو الماشيستر قلوه برنامش على روح مش طلعه وقارينشو معانتا كينا ازيق قاعد غاديك اروا حركة فول صغيء نحكيلك في ماشيستر رونالدو كيو سر في العمور كيو سر رونالدو كريستيانو قاملو منحكيلك شو العطلية معانتا مش يفرق لبلاس لا ما قالوا ليو شاكا ما قالوا مش مشاكلوا ما ساعدت شاكلوا امور ايه تعالكم المدرب ساعدت المشكلة مع المدرب سامحلي دين بيلي في برشلونة بالدين بيلي كان زاد عام وثير روح رقيا ميليا مال هي ما تحبوا نحكيوه هي فاو في بيريز فش كوني احرق ساو خليش متخشيش عن موضوع نحكيلك عطيتك عطيتك ايكزومبلين خلي حكيلك اليوم براوم عاشو بيه معاشو بيه تقيقة مش مشكلة الملعب بتوسي نحكيوه على ملعب اسلام نحكيوه على ملعب نحكيوه على ملعب نحكيوه على ملعب حتى قيمة في الفوتبول نحكيوه العقلية شدينه 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 ايش لعمل بيه هنا الاخر هون العمر ماندوش عميه علي يسل فيه عصغار تيليوه بالازماني هاوي نحكيوه شانس تيح مانش تيح هذيش قائل بصدا ما تكلموسوا مع بعضنا الولاد نحكيوه ديريكتيرو تيكنيك بيش يتفرجوا من الروسيا بيش يتفرجوا في فيراس الشعواط اعجبهم ايت مالك جيو يسروا على عمرهم تيوه قالوا 29 سنينه قالوا له ليه ما ناخذوش قالوا له مش نحكيلك اليوم العقلية في الاوروبة اليوم العقلية في الاوروبة اخذر كيفيش اليوم ما زالي خامنا واجيبه فيه تلاشتينه يشوه مش نستفيد منه انا اليوم يعني بلايلي لو فرضنا عاداليكم دمون تباعي في امريكا هل تستخدم كيفي من الاوروبة؟ نحكيوه البلايلي خلحكيوه بصراحة عام البلايلي يشوه مش يبيه اليوم كفروجي سبورتير لا بخيارة البلايلي انا كمكشخ ما حشتيش تاخذوا كيفي من الاوروبة انا خاشت في دنيانة اوش نعم بيه اليوم ليشي حبييرك مع تراجل هل يخد نوس فيه وشان اروح والجمعية متسفت امنا الى كنترات دو زان الشو بتسفت منو انت؟ يجيبنا دوكوب دوكوب دبلي. طوريت يا مروان نريدك. مروان. بلالي. سيئة جهرة السادة تحكي على بلالي. يا مروان. كنا نحكي وعاستان. اليوم الملعب بالتونسي صحيح انا انا قبل لحكيت على قديدة كان من عرش كانوا استمعوني قديدة لتكو مليعبي برشنت علي كيب ناسينا وكان مركز سيدك قديدة كانت مركز اكتك نذكرو الهدف التاعه كونتر فرنسي. في اللي كيب ناسينا. اليوم تحقيقة الملعب الاسمالي لحقيقة مستقبل الملعب التونسي. كان خير عنده كاليتي تكنيك. الملعب التونسي صحيح قعدوا يستنيعوا بعد خروج هايثم الجويني والخضراوي وحمزة ملعب ممكن جمالي الملعب التونسي كان طالب الرئيس بيكونوا كون بالتيدابات على حسب الملعبية اللي مشيت. ملقينا هوش. كان متل حق في الماتش هذي. صحيح اللي اسمالي كان أفضل من الملعب التونسي. مير كنزاري ممكن بذكي كبير الحقيقة قاعد سبر. جاءوا الوكازيونات اللي اسمالي ممكن تقلق الحارس السيمالي اللي قدم مبارات كبيرة في المبارات تقلق السيمالي. بصراحة برافو لي. ما تبقى ليكونوا بلوغة الكورة مير كنزاري يعرف يسرق الماتش متى وقدم نبي المعلول. مير كلي اسمالي كما قالك مجدا ما زالوا ما بديوش الشامبيونات ما زالوا ما عطا نقص معتا كمبيتيسيون بتاع الملعبية اللي خلت معتا تأثير كبير لاخر الماتش. ممكن فيزيك موت. طاحوا. طاحوا. ميت بقى. برافو كلمة الحق المير كنزاري. بلوغة الكورة هو اللي جابة تروح يسرق الماتش. عرف وقتاش يدخل قديدة خطر ملعب يذيه يلعب البوكس قوي في الدويل يضرب. شفته كان يمركي كان جاتوا فرصة كان ينزم من شجل بها ده. عمل بنيتراسيون اللي خل معتا عمل مجهود كبير ممكن برافو اللي عرف يكسر ليني عطار باسلي في الوسط. لحقيقة ماتش موش للإتمكنين للجميع الملعب التونسي. فرحة وطاق في غادي. راو دي بلاس موت زير بشيكون سعيب برش على الفريق الملعب التونسي. أنا حبيت نقول نرجع العمناول وسبب رحيل الدو من الملعب التونسي. اللي هو خلاف بينه وبين رئيس النادي حول اللي جان. وذي أنا معلومة متأكد منها بنسبة عشرة مليارات في المئة. يعني الخلاف الكبير كان بين رئيس الملعب التونسي والمدرب هو عدم إشراكه للجان. دو كان يلعب سامي كونفيرمي ويقول لك أنا يا أخويا جاسور. رئيس رئيس الملعب التونسي وقتها كان مصر على أنه يلعب دي جان. يقول أنه عنده في الاسبور وفي الجونيور ملعبية ينجمه ياخذوا الشانس متاحه. أعتقد أنه مباراة البارح. وبيانسور برشا من أحب الملعب تونسي على الجب مهر كانزاري. اللي هو مع أنت عنده فيكيو كبير مع الجون. ورانا برشا لجون. دونك هو يبدو منه البارح. ولو أنه سيد حمالي بدأ ونجح بيهم لشوهم تاعوا اللي عملهم. لا لا لا. ما أنا رأوا. إيجي نقول لك. وقت نقول لنا المدال فكر للرئيس. مش معنتها لاخر غالب. أنا نحكي لك الرئيس شنو كان رأيه. الرئيس في فكره أنه لجون هذو ما يلزمهم يأخذوا فرصته. المدرب كان عنده رأيه أخر ونجحوا هذا كأس تونس عدا عامين باين. دونك لهنا نقول أنه مباراة البارح زادة. نحكي على مباراة البارح. البارح وملاعبوه. أعطيت رئيس النادي في إصراره على منح الفرصة للجون. لأنهم الجون معه مدرب نعود مرة أخرى مهر كانزاري معنتها عنده وفكي كبير مع الجون ورانة منتخبات الشبان ورانة معنتها الجون برشة. مباراة البارح أعتقد أنها أعطيت شوية رئيس وإن شاء الله الملاعبية ذو ما حاجة بركة معنتها إن شاء الله يكون في المي وما تكون شكل إكلير. خاطر برشة ساعات ملاعب يعمل لك إكلير ومبعد دنسوا لكو مع الشراء. إن شاء الله تكون ثمت سمراري. نتواصل مع الميتر. اللي قالوا كله صحيح. عليش البروجي متع الساتين الزين في جيبين مير كنزاري. يعطي لشانس للزغار. وجمال يمام خرج وقت لاموه على خروج برشة ملاعبية ديكادر قال عنا وليد صغار يعني يخذوا فرصتهم تكشرفوه. وصحيح. هو حتى حمد يدو من عمليه. هي اللاعب سيد فرشيشي. خليل عياري. كل مرة يزينجيكت. وحتى اللاعب سيسمو يوسف الصحبي اللاعب. مانيها صدقة ديدا. مانت ممكن. مانت ممكن. الاسبور متع الساتينزيان. سيفري اليوم البروجي متع الساتينزيان مامير كنزاري. هو نحضر كي بتاع مستقبل. وصحيح وكي ما قلت انتي دو نجاح باللي كيب اللي عمليه اللي كانت كنفيرمي. بش تعرف ساعة ساعة قوت انتونير في ماتش. واختيش. ماذا يمنعش مجدا. جماهيري ملعب التونس صحيح. قديد عنده اللي كاليتي واسمي على كل شي. ميتبقى راو موش اكسكيوز لاريلاقيه اليوم. مطالبين راو بجيجيبوا ملعبين. اليوم تلعب على دو كمبيتسيو. تقول التونيزي. شامبيناه وكافر. وجمهور الاستراد متقلق برش. بانسور ملعب تونجيك. وحبو جيبولو اتاكو راو سنيرا. اسمعني. من حاجات اللي طوى موجودة فى الانسرام. هو محمد محجوب. معنى انت قاعد يعم فى الشيس بانس. نقعد ما نقعدش مازال. خدس فى مالجلسة خريبة خير ببرش. اما نعرف اللي بش يقعد. مطالب. بش يرذي ومستاد بش يجيب ملاعبه الى اثنين كاليبر. خدس صغيرة ذوما ببول لزان كادري. يزم معهم ديجور ديكسبرانس. هذي متجرمش تلاعب صغير. اما النقطة هامة اللي بش تعرف مدرب ساعة ساعة بعد ساعة. يجيب لك ماتش. طرح. كنزاري وقت اضرب له ادم عروس. معنى وقت اقافس على السوليشون. اش حت غازي. اللي هو بيفو حتو فى اللاكس. وشفت نص ساعة الخانية. كيفاش الديفونس متع استطابل. بشانجمون اذاك. هنية تعرف قوة المدرب. هنية معنى فريموت تتحسب. المدرب. الى دخل الصغار. راه وقت اضرب له ادم عروس. ادم عروس ماندى شعر السجل الهدف بالرأس. من مناح الحارس. شفت الكاليتي. متع الديفونس اعتنى. قاسوا ليسون. حت دخل الانداء. في البقعة غازي ورجع غازي. وبركريزة الديفونس قاعدة استطابل. هنية تحتسب كل. كل ما بتصلك احمد فقط على دخلة المنعب التونسي. ثلاثة برصة جدالة في الجزائر. تقال انه المولدية مساهمة فى الدخلة هذي. خاطر الكلور نفسهم. متع الملعب التونسي متع المولدية. مصادر الملعب التونسي انفيت الاخبارة. لكن عملت بوليميك كبيرة الدخلة في الجزائر. المهم هو الملعب التونسي. نجح في انه يعمل دخلة تشد الانتباع. وتعمل بوليميك. هذي حدود امكانيات الملعب التونسي. دخلة كانت محترمة. الملعب التونسي الملعب التونسي والاتحاد الملعب التونسي. حقيقة تقال. وحتى عرض الجماهير والشماريخ اللي عملوها. كان سبكتاكول كبير. انا نترى حاجة على انتباعي. دخلوا اسمعت بوليميك على. من له بالفلوس وبعض سيبونهم ببين دخلوا بالباسبور. بسرعي. غالبا في تحليلنا عنا شوي انتباعي. يعني شفنا اكسليراسيون وبونتو تمركا. ولينا نحكيه عن الليجون ولينا نحكيه على مشروع في الملعب التونسي. حالاقل خلينا نترايثه ونشوفه اسكو ليجون هذوما المتاع الملعب التونسي قادرين يعوضوا الملعبية اللي مشيهوا في قدم الماتشويت. وهي جايت نحنا الجمعان الجاية. ماتش صعيب بيش يلعبوا الملعب التونسي ضد اتحاد العاصمة. دخلوا نشوفه بالحق الفالورة الملعبية هذوما. ونشوفه قدرة الملعب التونسي. هل الملعب التونسي قادر ينافسوها لا لا. يا احمد كحكينا على بروجيه لجون رو مش معناتها قلنا انتباعي لا لا. هو اصل الخلاف بين الرئيس والمدرب عمنا والعلي جون. هذي حقيقة ثابت. فاصل قصير موزيكا وبعد نرجعون كامل الجزء الاخير من حصتنا اليوم. اشتركوا في القناة